تاريخ مملكة البحرين تاريخ مملكة البحرين أعقب ذلك من إزالة لجزيرة جرادة البحرينية أحد المحطات التي كانت يمكن أن تسبب انفجاراً في الموقف في المنطقة حيث كان بمقدور مملكة البحرين أن ترد على ذلك الاعتداء مباشرةً وفي حينه لكنها آثرت الاستماع إلى نصائح الأشقاء وتحلت بضبط النفس وتجرعت كأس المر وابتلعته على مضض احتراماً وتقديراً للأشقاء من جهة وحفاظاً على تماسك منظومة مجلس التعاون التي كانت لتزال في مقتبل عمرها آنذاك من جهة أخرى أما ذهاب مملكة البحرين إلى التحكيم الدولي لتدافع عن سيادتها على أراضيها ومياهها فقد كان أمراً أرغمت عليه ولم تطلبه ولم تقبل به لأن التاريخ ووثائقه يؤكدان سيادة البحرين التامة ليس فقط على جزر حوار بل حتى على أرض الزبارة وهو أمر موثق في اتفاق مع البريطانيين منذ عام 1939 لكن البحرين وافقت على الذهاب إلى التحكيم نزولاً عند رغبة الأشقاء في دول الخليج بعد أن قام النظام القطري بمحاولة لي الزراع مع الجميع وتعطيل تحرير الكويت ما لم يتم أرغام البحرين على اللجوء إلى التحكيم الدولي وكانت هذه أيضاً محطة أخرى من محطات تجرع كأس المرارة وأعقب ذلك قيام النظام في قطر بعد صدور قرار المحكمة الدولية بممارسة سياسة الأمر الواقع في المياه البحرينية وما زال يقوم بذلك حتى اليوم رغم عدم ترسيم الحدود بين البحرين وقطر وكان آخر ما بدر عن النظام في قطر اعتدائه مجدداً من خلال اعتراض وإيقاف زوارق مدنية تابعة لخفر السواحل وقد تعاملت البحرين مع الموقف بكل حكمة وضبط للنفس رغم أنه كان على وشك الانفجار إن البحرين لا ترفض المصالحة بل تؤيدها وتدعمها وتاريخها يؤكد حرصها على مصلحة منظومة مجلس التعاون وشعوبها وما ذكرنا ليس سوى براهين دامغة على ذلك وهو يمثل شيئاً يسيراً من تاريخ طويل من الاعتداءات القطرية على البحرين لكن في جميع الأحوال لا بد أن يتم أخذ مصلحة مملكة البحرين وحقوقها التاريخية في الحسبان قبل أي شيء آخر وخصوصاً بعد كل هذا الصبر والمر الذي عانته البحرين من أجل سلامة المنظومة الخليجية وبقائها إذ بات من الضروري الآن ممارسة البحرين سيادتها التامة والكاملة على مياهها طبقاً للمرسوم بقانون رقم ثمانية لسنة 1993 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأن يتم إيقاف ممارسة سياسة الأمر الواقع وبما لم ترتضيه البحرين أو توافق عليه أصلاً فهل يساند الأشقاء شقيقتهم البحرين لتحقيق ذلك أم ستكون هذه محطة إضافية من كؤوس المر؟ ترجمة نانسي قنقر